النهاردة صحينا على خبر وداع واحد من افضل اللاعبين اللي قدمتهم بالجيكا على مدار تاريخها لعب كبير مفيش شك يمكن الفترة او المرحلة الاخيرة من مشواره مع الكرة ما كانش على المستوى المتوقع او المأمول وخصوصا من جماهير الملكي الميرنجي ريال مادريد بكلم طبعا على ايدن هازر نجم الريال ونجم تشيلسي سابقا طبعا يمكن احسن فترات ايدن هازر كانت مع تشيلسي الانجليزي تقلق بشكل اكتر من رائع كان واحد من اهم لعيب الدولة الانجليزي في فترة من الفترات مش بس تشيلسي النهاردة قرر ايدن هازر انه ينهي مشواره مع جورت القدم ويعلن اعتزاله في تغريدة او يعني بوست كتبوا على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وقال فيها انه بعد 700 مباراة لعبت فيهم في افضل ملاعب العالم ومع اكبر اندية العالم حان الوقت للوداع مهم جدا ان تستمع الى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب 16 عام مشوار طويل جدا خط في ايدن هازر اكتر من 700 مباراة قرر انه ينهي مسرته كلاعب كرة قدم محترف وقال انه تمكن من تحقيق حلمه بعد المشوار الطويل ده واستمتع في العديد من ملاعب العالم ومع اكبر اندية العالم كل التوفيل ايدن هازر واحد من نجوم الحقيقة اللي متعونا كورة حتى لو ما كنتش بتشجع تشيلسي وحتى لو ما كنتش من محب الريال فبالتأكيد انت مع المواهبة وإيدن هازر كان واحد من افضل مواهب اللي ظهرت في العالم كله في السنوات الاخير